اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قدره 1.50% غادر ما مجموعه 165 سفينة محملة بـ 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئة الأوكرانية منذ سريان اتفاق تصدير الحبوب الذي تم التوصل اليه بواساطة من الأمم المتحدة وتركيا وتمت بموجب هذا الاتفاق الموقع في 22 من يوليوز بين موسكو وكيف اعادة فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 150 سفينة شحن في خبر آخر خفض بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال عام 2023 بعد أن عزز مؤخرا توقعاته بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ورفع البنك توقعاته لسعر فائدة التمويل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس مقارنة بالأسبوعين الماضيين ليتراوح معدل الفائدة النهائي بين 4% و4.25% بحلول نهاية عام 2022 نهاية نشر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء إلى اللقاء